اسمح لي سيادتك حتى لو فيه أصوات بتقول كده يعني طب دور المثقفين إيه؟ دور الثقافة إيه؟ ده للأسف إن فيه بعض السياسيين والمثقفين اللي بيقولوا ده ما احنا شفنا هؤلاء السياسيين والمثقفين هم اللي يعني يدخلونا في الحيط ده اللي بيسنا في الحيط في 2012 وهم بسببهم ودعمهم مش هما وقفوا في وقفة فورمنت الشهيرة ودعموا مرشح الإخوان أياما الدكتور مرسي وكانوا بيبلعونا جماعة الإخوان على اعتبار أنها تمثلة فصيلا سياسيا في المجتمع يا مش فصيل سياسي يا جماعة إرهابية شفت مصر إزاي في الفترة دي؟ أنا في فترة 2013 والأثناشر اللي سيادتك طبعا ليه كتاب مشهور فترة مرسي دكتور مرسي أنا ليه أعطت الأخيرة الحقيقة أنا عملت الكتاب الإخوان في الحكم ده في أواخر 2011 قبل الانتخابات المبرلمانية اللي جات بيهم بيمثلوا الأكثرية في البرلمان ويليهم السلافيين فبقوا يمثلوا مع السلافين الأغلبية مش الأكثرية وكتاب بعد كده اسمه الساعات الأخيرة في حكم مرسي في حكم مرسي وكتاب بعد كده عن اسمه رأس الأفعة أنا معتبر هذه الجماعة تمثل رأس الأفعة للتطرف لأنها هي التي أفرخت لنا كل التنظيمات العنف والإرهاب بما فيها القاعدة وداعش بالمناسبة يعني يعني قيادات في داعش كانوا وقيادات في القاعدة ما زال أيمن الزواري أحد أبناء جماعة الإخوان في القاعدة داعش كان فيها في داخل الصفوف القيادية الأولى أبناء لجماعة الإخوان يعني مروا على الجماعة في البداية قص على ذلك بقى تنظيم الجهاد في مصر تنظيم الجماعة الإسلامية في مصر التكفير الشوقيين وكل التنظيمات الإرهابية اللي كانت موجودة شهادتها مصر في فترة التمانينات والتسعينات وموجة الإرهاب اللي عنينا منها كان وراها الإخوان في الأساس المشكلة إن إحنا بننسى وإننا بننسى فلا نستشعر خطرا أنت حضرك سألت سؤال موقفها إيه دلوقتي أنا ما زلت أشعر أن هذه الجماعة رغم كل مطردتنا الأمنية لها ما زالت تمثله خطرا على مجتمعنا فكرها عايش فكرها موجود الفكر المتطرف الذي صنعها والذي اعتمدت عليه ما زال موجودا في المجتمع نمرة اتنين إن هناك أعضاء ينتمون لهذه الجماعة إحنا ما نعرفه بش دلوقتي لابدين في الدورة زي ما هم تغلغلوا في مفصل الدولة أو موجودين في مؤسسات اخترقوا وعندهم خطة شهيرة جدا اسمها خطة التمكين إنهم يخترقوا مؤسسات المجتمع دي بدأها بدأت في الجماعة الإخوان من أيام عمر التلميساني بشكل ممنهج ومخطط ومنظم ومرتبط بزمن أيام حسن البنة كان معتمد على التلمزة والطلبة والشباب لاختراق مؤسسات الدولة وقالها بوضوح في الاجتماعات إن عايزين نخترق الجيش ونخترق الشرطة كمان مش بس الموظفين مش المؤسسات الحكومية عايزين يخترق المؤسسات العسكرية المؤسسات العسكرية أيضا المؤسسات التي تمارس العنف بحكم الدستور الذي لها حق من ورسة العنف الوحدة ففي أعضاء مازالوا موجودين وإحنا ما نعرفهمش ومازالوا بيتأمروا علينا حتى الآن نمرة ثلاثة عندهم فلوس كتير عندهم تمويل هائل مش بس في الداخل مصر وخارج مصر لأن فيه تنظيم دولي هم أنشأوه منذ الستينات والتنظيم الدولي ده مازال موجود وكل اللي بنسمعه من الخارج سواء في الغرب بصفة عامة عن ملاحقة الجماعة باعتبارها إرهابية مش جد يعني لم يحدث بجدية بيستسمروا أموالا في أماكن متعددة من خلال بنوك ومن خلال مشروعات صناعية وزراعية وتجارية عديدة جدا بس كم أموال غير عادي نعم كم أموال غير عادي غير عادي فعلا قادرين على وعملوا الإمبراطورية دي بابتداء من الستينات في الأساس فالعناصر دي كلها بمديالهم تمنحهم ما يمكن أن نعتبره خطرا علينا فلذلك أنا مش مع الناس اللي بتقول نمد إدينا تاني ليهم أنا رأيي ودي أعتقد المقتنع به رئيس الجمهورية يعني سيادتك أساسا ضد دعوات الدمج والمصالحات تماما تماما فكرة دمجهم أنا مستعد أتعامل مع شباب هم غرروا به هم ما زالوا يغررون بشباب صغير نشوف حضرتك الكام سنة الخيرة من 2013 لـ 2020 كل الأضايا التي تم ضبطها لجماعات أو منظمات صغيرة أو حركات صغيرة تنتمي لجماعة الإخوان سبعين في المية منهم تم تجنادهم بعد 2013 يعني وابتداء من رابعة ابتداء من اعتصام رابعة يعني ناس اتضربت على ممارسة العنف في رابعة فما زالت عندهم قدرة على تجنيد شباب جديد أنا بقى يبقى جهدي الأساسي أن أنا أحمي شبابي طبعا أقيم منهم عشان المصدر الأساسي لدعمهم بشريا أفقده لهم ما يبقى موجود إحنا محتاجين رشدتة من سيادتك عشان نعمل الكلام إحنا محتاجين نمرة واحد أنك تواجه الفكر المتطرف الديني تواجه بحسم نمرة اتنين تعمل عملية إحياء تنويري عملية تنويرية شاملة في المجتمع تستخدم فيها كل المؤسسات التعليمية والإعلامية والفكرية والثقافية والفنية أنا سعيد جدا أن جامعاتنا يبقى فيها حفلات زي زمان ممارسات رياضية زي زمان تستغل فيها مراكز الشباب وخصور الثقافة الموجودة نمرة ثلاثة أنك ترد بحسم وترفض بحسم الأفكار اللي بتتردد عن أن دول يعني ممكن يتوبوا أنا تقديري لا يعني فكرة أنهم يتوبوا دي فكرة خرافية ولم تحدث إحنا جربناهم فوق الشنسان يعني ما فيش إيمة للمراجعات اللي بيقولوا عليها المراجعات ممكن تنجح مع بعض في إطار محدود لكن رغم ذلك رغم ذلك يعني فيه ناس نشقوا عن الجماعة وبنشوفهم موجودين في التلفزيون ده صحيح على الفضائيات لكن هل ده أنهى وجود الجماعة؟ أنهى كيان الجماعة؟ صف كيان الجماعة؟ لوحده لا أنت ما زالوا يعتمدوا على قدرتهم على غواية الشباب الصغير بالتفكير المتطرف وبالمال وبتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية أحيانا ما زالوا حتى الآن للأسف الشديد نمرأ أربعة أنك تبذل مجهودا مستمرا في التعامل مع القوى الدولية لكي تحاصر التنظيم الدولي للإخوان يعني ما ينفعش الأمور تستمر بهذه السورة بس في الظل اللي بيحصل حوالينا سيادتك بقى أمر صعب وبيمثل خطر عليهم يعني في النهاية بقى يمثل خطر عليهم وهم شافوا نمازج من عمليات عنف وإرهاب بيتعرضوا ليه وصل الأمر دلوقتي كانت تستخدم فيها الأسلحة تحولت إلى أسلوب الدأس الآن في النهاية يعني هم شربوا من نفس الكاس اللي شربونا منه في الآخر لازم يفوقوا وياخدوا موقف مختلف وأعتقد أن ده محتاج لجهد متصل ومستمر دائما يعني أنا لا أخفيك في زيارة من سنتين للدنمارك فجئت ووقف واحد إخواني شاب شاب إخواني مع شابة الدنماركية بيلموا تبرعات يعني فوق الفلوس اللي عندهم بيجمعوا تبرعات ما زالوا وأقنع الدنماركية أنها تلمعه آه بيلموا تبرعات يقولك الأعمال خير وفي النهاية بعد المناقشة معاه تبينته أنت ما قل الفكر يعني داعم كان المرسي المرسي ما كانش مات لسه وكان بيؤيده بشكل غير عادي يعني من خلال المناقشة معاه لأنه تقدم ليه أنا كنت أنا والصديق عشان نتبرع يلم تبرعات يه بيلم مننا كمان شافنا توسم فينا خيرا يعني إحنا مصريين فهنساعدوا بقى في تقديم التبرعات